لا يكاد بيت مسلم يخلو من تفسير ابن كثير فهل سألت نفسك يوما من هو مؤلف هذا الكتاب العظيم إنه أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي ولد ذمجدل من أعمال دمشق سنة إحدى وسبعمائة ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه بعد موت أبيه وذلك سنة ست وسبعمائة حفظ القرآن في طفولته وقرأ القراءات وبرع في التفسير والفقه والأصول وعلوم الحديث وأخذ عن علماء أجلاء منهم أبو الحجاج المزي والقاسم بن عساكر وشيخ الإسلام بن تيمية وأخذ عن ابن القيم وقال كنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه فأخذ من شيخيه ابن تيمية وابن القيم تعظيم الوحي واتباع السلف وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقد ولي التدريس في دار الحديث الأشرفية والمدرسة الصالحية والمدرسة النورية الكبرى وغيرها من المدارس تتلمذ له عدد من العلماء منهم ابن الجزري شيخ علم القراءات والحافظ زين الدين العراقي وولده أبو زرعة وجاءه طالب عالم من خراسان وقال له أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك وأنت جيزني وذكرك في بلادنا مشهور قال عنه الذهبي فقيهم متفن ومحدث متقن ومفسر نقال وله تصانيف مفيدة يدري الفقه ويفهم العربية والأصول ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير وقال ابن حجر كان كثيرا لاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته ومن مصنفاته تفسير القرآن العظيم وهو من أفيد كتب التفسير بالمأثور والبداية والنهاية وهو من أحسن كتب التاريخ وجامع المسانيد والسنن وغيرها من الكتب النافعة الماتعة قال تلميذه ابن حجي كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان فقيها جيد الفهم صحيح الدين فقد بصره في آخر عمره وتوفي بدمشق في شعبان سنة 74 و700 وكانت له جنازة حافلة ودفن بوصية منه بالقرب من شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق فرحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة ترجمة نانسي قنقر